قبل فترة تكلمت بخصوص قوائم الشهداء المتظاهرين الله يرحمهم ردت أقدمها لمنظمة حقوق الإنسان بالمو المتحدة هنا في نيويورك وحتى أحصل على اعتراف رسمي أو تصديق على القوائم ونسلمها لأهالي الشهداء حتى خاف بأشر عقبة أهالي الشهداء يردون يقدمون معاملات أو شي من باب الحقوق والحكومة تقولهم لا والله مثلا ابنكم مو شهيد وهذه جزاعة لا يقول لها ابن الشهيد باعتراف عالمي وهذا الكتاب الرسمي ويخليه بعين أكبر واحد بالدولة تواصل ويا شخص من أهل الناصرية جزاء الله ألف خير دزل قوائم شهداء الناصرية وتواصل ويا شخص آخر أول البارحة ودزل قوائم بأسماء الشهداء من باقي المحافظات اللي راح أسويه راح أنزل القوائم بالتعليقات فأتمنى من كل شخص يعرف شهيد يعني من أهله ويشوف اسمه موجود بالقائمة يتواصل وياي وأتمنى أيضا من كل شخص عنده شهيد بالمظاهرات وما موجود اسمه بهاي القوائم أتمنى أيضا يتواصل وياه حتى أخذ منه تفاصيل الشهيد الله يرحمه وأضيفه للقائمة وإذا أكون منظمة مثلا أو جهة عندها القوائم كاملة بأسماء الشهداء أتمنى يتواصل وياه ويطون القائمة كاملة حتى إن شاء الله أسبوع جاي أقدمها لمنظمة حق الإنسان بالمتحدة حتى نحصل على اعتراف رسمي بأسماء الشهداء ترجمة نانسي قنقر